احتفل مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية وذلك تتويجا لعطائها ومشاركتها الفعالة في التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين نعم وتم تخصيص هذا اليوم الوطني للاحتفال بيوم المرأة البحرينية في التنمية الشاملة وتسليط الضوء على انجازاتها في جميع المجالات منذ انشاء المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001 وهو يضع اللبنات الأولى لنهج عمله وبناء الهيكل التنظيمي لاحتياجات المرأة وحقوقها حتى يسير بخطا ثابت نحو الانطلاقة إلى مجتمع يؤمن بقدرة المرأة على العطاء وتحمل المسئولية والمشاركة في تطور وتقدم وطنها على كافة الأصعدة فالجهود العظيمة التي قادتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ودورها المتميز في التعاطي مع شؤون المرأة وتمكينها وضمان تقدمها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والسياسية والتي عملت تحت مظلة المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم حفظه الله ساهمت بشكل واضح في إحداث نقلة نوعية على صعيد مشاركة المرأة البحرينية في كافة المجالات فالمرأة البحرينية قدمت أروع الأمثلة في مسيرة العمل الوطني كما وحققت نجاحات استثنائية عدة جسدت الإسهام الحقيقي لها في نهضة البلاد وتقدمها باعتبارها أحد الأركان الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين وفي ظل كل هذه الإنجازات المتحققة وهذا العطاء الذي لا ينضب إن مثقت فكرة لامست علان السماء في عام 2008 فكرة اختارتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتعبر عن تقديرها للمرأة البحرينية واعتزازها بما حققته في كافة المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وهي تخصيص يوم للاحتفال بيوم المرأة البحرينية واعتباره يوما وطنيا يشارك المجتمع المرأة البحرينية إنجازاتها في كل مجال ويحتفي بتقدمها ومشاركتها الكاملة في عملية التنمية الوطنية تحت شعار قرأت تعلمت شاركت ليختزل لنا هذا الشعار حكاية مستمرة بطلتها المرأة البحرينية والتي تدرجت منذ جيل الرائدات اللواتي قرأنا وتعلمنا لتستمر شراكتها اليوم من منطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوما عنوان البناء والتطوير لذا جاءت فكرة تخصيص يوم وطني للمرأة هو تأكيد على التزام المملكة وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع وقدرتها على تخطي الصعاب واعترافا بإسهاماتها التلموية المختلفة ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب لها ولمجتمعها ومنذ انطلاق هذه الفكرة الوطنية ومملكة البحرين على موعد في الأول من ديسمبر من كل عام لتحتفي بإنجازات المرأة البحرينية في كل محفل سواء في المجال التعليمي والطبي والعمل التطوعي والاقتصادي والرياضي والإعلامي والعسكري والهندسي والعدلي والقضائي والتشرعي وفي مجالات التكنولوجيا وعلوم المستقبل وتبوئها للعديد من المراكز القيادية وصنع القرار وغيرها من المجالات التي أثبتت فيها المرأة البحرينية أنها قادرة على ترك بصمتها وأن تكون شريكا حقيقيا في عملية التلمية المستدامة ولقد عمل المجلس الأعلى للمرأة على توفير الأرض الخصبة الغنية بالمبادرات والتشريعات والبرامج والاستراتيجيات الداعمة للمشاركة التلموية للمرأة البحرينية ليجني اليوم ثمار كل هذا من خلال تحقيقه لأهداف عدة ومنها تتويج المرأة البحرينية دوما في أعلى المناصب باعتبارها مرتكزا أساسيا لاستشراف مستقبل المرأة في كافة المجالات والقطاعات فضلا عن دعوة جميع الجهات الوطنية للتعامل لخلق مستقبل المستدام للمرأة البحرينية بما يتواثق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين إن المرأة البحرينية تعيش اليوم أزهى عصورها كشريك أساسي وفاعل في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابع ذي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن خلال ما تحدى به من دعم متواصل من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في دعم وتقدم المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في شتى المجالات هذا وقالت سعادة الأستاذ هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة قالت أن مكانة المرأة البحرينية تشهد نقلة نوعية بفضل حضورها الفاعل ومواصلة مسيرتها نحو العطاء والإنجاز على مختلف الأصعدة مكانة المرأة البحرينية في الشأن الوطني وبفضل كل هذا الاهتمام الرفيع تشهد نقلة نوعية وتوضحها معاشرات إيجابية عديدة وطبعا عوامل هذا النجاح تتزايد بحكم النضج التي تتميز بها مسيرة مشاركتها في التعمير الوطني أو إذا خذناها من جانب تكامل الجهود المعنية بذلك للحفاظ على زخم مشاركتها بالإضافة إلى متانة العمل المؤسسي وتنظيمه وانعكاس هالأمر على كل ما يقدم للمرأة البحرينية وأين ما نتوجه اليوم على الصعيد الوطني نجد لنساء البحرين تواجد فعلي وليس شكلي من أجل تسجيل حضور فقط ويوضح لنا ذلك تقرير التوازن بين الجنسين بحسب آخر إحصائيات يتضح بأن البحرين قدرت أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة تبلغ 69% بين الرجل والمرأة في الكثير من المجالات النوعية وهناك نمو متزايد على نسب مشاركة المرأة في سواء السلك القضائي أو المشاركة السياسية وفي مواقع العمل المختلفة ونلاحظ بأن نسبة مشاركة المرأة البحرينية في قوة العمل الوطنية في العام 2001 كان 26% اليوم بحسب إحصائية 2022 تبلغ 43% وبنسبة نمو تقدر 17% فالفرص متاحة أمام المرأة المجدة وتبشر بالخير ونتمنى لها المزيد من التقدم وكل عام والبحرين في عز وأمن ورفعه بسلامة قادة سواء هذه الكاملة